اهلا بكم في حصاد الايام ريادة كلمة من خمسة حروف غيرت ملامح الشباب ومعالم مستقبلهم يد تدرب واخرى تطور وكلتاهما داعم خدمات ومشاريع دورات وقروض والناتج آلاف الشباب الطلبة والخريجين ومن هم عن العمل باحثين تمكنوا وأنجزوا وحولوا أفكارهم العلمية لمنجزات عملية واقعية فهل ستكفي المبادرات الحكومية لتمكين الفئة الأكثر في المجتمع أم أن التحديات والظروف كلامنا آخر أهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حال الأمة الإسلامية أفضل خصوصا ونحن نعيش مأساة غزة وأطفال غزة وشعب غزة والشعب الفلسطيني كافة ونسأل الله السداد والنجاح إن شاء الله آمين دكتور قبل أن نبدأ الآن المشاهد أو المستمعي قول شلو الريادة؟ بعض ما عنده معلومات تفاصيل كاملة عن ريادة خلينا ننطفد نبذة توضيحية قبل أن نقض في تفاصيل هذه المبادرة صحيح كلامك دقيق أنه اليوم كل شيء يتحكم به الجو المحيط به يعني الإنسان إذا عاش فترة من السلبيات أو فترة من الإحباط أو تجارب غير ناجحة فتصير يصير النمط الفكري عنده نمط سلبي عدم الثقة بالمنظومة أما عندما تكون الأجواء إيجابية وهناك حلول وهناك خلينا نقول إجراءات تساعد على النجاح تتحول الأمور لا إيجابية مبادرة ريادة هي أحد الإجراءات التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني في أربع ثلاثة من السنة الماضية سنة 2023 الهدف منه هو خلق جو عام لكل من لديه فكرة عمل يعني هاي النقطة كلش مهمة جو عام خلق جو عام ونقصد عام أنه الدولة دخلت سوت فد إجراءات هذه الإجراءات كل شخص عنده فكرة إيجابية أو فكرة عمل ممكن أن يحولها إلى واقع كيف من خلال عناصر المبادرة إذا دخلنا في تفاصيل عناصر المبادرة راح نتكلم عن ديناميكيتها ولكن محصورة بجوانب معينة لأي فكرة عمل كامل لا هي بالحقيقة هي أي فكرة عمل زي ولكن إحنا حتى هذه المبادرة بما أنها أولى يجب أن تكون محدداتها واضحة عندما تكون محددات واضحة ممكن قياسها وممكن دراستها وممكن تحليلها فلذلك عندما أطلقت المبادرة أطلقت للمشاريع الإنتاجية والخدمية لما نقول إنتاجية وخدمية لما نفكر معامل كبيرة لا نقول لا توجد فكرة ساذجة كل شاب وكل مواطن عراقي وشابة عندها حق يفكر وعنده موهبة فإحنا نقول هاي المواهب خلونا نستثمرها فعندنا أول عنصر رئيسي هو المورد البشري يعني أول عنصر رئيسي في المبادرة هو المورد البشري هذا واحد اثنين هي أي شخص عنده فكرة من حقه أن يجي يدخل المبادرة ويطبقها بالمبادرة راح يكشف بالتدريب راح يكتشف هاي الفكرة مالتين ناجحة منتجة له غير وإذا شافها منتجة راح ترعى هذه الفكرة من خلال الاحتضان ومن خلال متابعة ومن خلال التمويل إذا أحتاج وإذا لا سامح الله شافها غير منتجة فمن الجيد جدا أنه لم يدخل السوق ولم يخسر عيشه واكتشف أنه فكرة غير صالحة فيعيد ترتيب أوراقه ومن حقه يدخل من جديد أكو أقبال عليه هذا نتحدث اليوم عن الأعداد اللي يتقدمه للتسجيل بمبادرة ريادة والتدريب اليوم وصلنا 250 ألف اليوم وصلنا 250 ألف شخص مسجل على المبادرة في المرحلة مسجلين لولي يقدموا لا المسجلين يعني سجلوا بالتطبيق ونحن عندنا تطبيق الإلكتروني فسجلوا أول وجبة 182.589 فتحنا التسجيل هاي السنة صار حدد تقريبا 250 ألف طبعا في حالة تزايد كلهم دزيتوا عليهم قعدتوا ياهم شفتوا أفكارهم وهي موهيش هي عندنا ألف قاعة في العراق هاي الألف قاعة متقسمة بين جامعة وكلية ومعهد وعدادية مهنية ومراكز تدريب مهني ومنتديات في هذه القاعات يوجد مدربين تم تدريبهم على مادة ريادة كل هؤلاء المتدربين هم جالسين في بيوتهم وسجلوا أليكترونيين يتم دعوة 20 منهم في كل دورة يعني عندنا ألف قاعة عندنا 632 قاعة تعليم مهني ذول التدريب هم وحد أما القاعات المتبقية اللي توصل إلى 350 قاعة هذه يدعون 20-20 يجون إلى مركز تدريبي هذا المركز تدريبي يشرف عليهم لمدة خمسة أيام خلال هاي خمسة أيام يصير دراسة للمشروع اللي هو مؤمن به الشاب مؤمن به بس على شرط يكون إنتاجي أو خدمي بعد خمسة أيام يأما يقولون أنت ناجح نزيل اتجه باتجاه الاستمرار يأما يقولون أنت مو ناجح عيد حساباتك ورجع لنا من جديد قدم مرة ثانية بفكرة أخرى هو اسمه موجود ورد ثلاثة أشهر من أوتوماتيكين يدخل اسمه بالمناصة ويبدأ دعوته من جديد وهو يدخل من جديد يجوز فكرة جديدة أو يجوز راح تدرب نفسه نعم أما الناجح لا يستمر وينفتح لباب القروض ومن حق يأخذ قرض أو بدون قرض ويستمر في عملية تأسيس مشروعا نحن شنو واجبنا هنا فتحنا لآفاق المتابعة يعني قالي لنا نحن نبقى وياك عشر سنوات في سبيل أنه أي لحظة تحتاج نحن موجودين مو بس هاي لمن هو ما محتاج نحن نتواصل ويا حتى نشوف وين وصل أنت تعرف مو لكل تنجح صح لنكون واقعيين هذا اللي ما ينجح لازم نبقى وياه شلون نحن نرجع إلى عالم الريادة لأنك بيوم من يفشل احتمال لا سامح الله ينتكس نحن راح نساعده وراح نخليه بالتدريب مرة ثانية ورجع مرة ثانية إلى عالم الريادة هكوا إمكانية لمتابعة كل هذه الأعداد اللي تقدمت وراحوا فتحوا مشاريع هو أنت لو تجع على إمكان الآن عدنا 9000 واحد جاهز للقروض الآن 9000 واحد جاهز للقروض السؤال هل عدنا إمكانية الجميل جدا أنه هم بدأوا يتصلون بالمتابعين مالتهم بدأوا يتصلون يقولهم احنا راح نأسس مشروع وريد التابعونه عدنا متابعة في شباب الرياضة وعدنا متابعة في التدريب المهني وعدنا مدرب راح يتابع وعدنا إشراف راح يتابع وعدنا حاضنة أعمال هذول كله مؤسسات حكومية موجودة فإن شاء الله نحاول نوفر المتابعة اللازمة أكون نقطة كلش مهمة احنا مو تفتيش احنا مو تفتيش ولازم نفتش احنا مو رقابة ولازم نراقب احنا متابعة ريد نقيم عملنا أولا وريد نوفر أجواء جيدة للمتدرب صاحب الفكرة حتى يشعر أنه أكون منظومة وراء دربته وساعدته ومولته واليوم هي التابعة في سبيل النجاح أكو بعض الشباب سجلوا وعلى المبادرة يعني بفترة جاوزت سنة من بداية انطلاق المبادرة لكن حتى اللحظة لا أحد توصل إياهم ولا دزوا عليهم ولا أي شيء تعرف هذا أني تطبيقات الإلكترونية موجودة بالتلفون بالموبايلات هذا التطبيق لازم تحدثه دائما أنت دائما تجيك شعارات يمكن جنابك في تلف موبايلك أيضا تجيك شعارات في بعض التطبيقات هذا التطبيق يجب أن تتحدثه دائما في سبيل تكون تعرف إيجا يصير بالتطبيق يعني لما أجيب لك مثل مركز تدريب المهني في الموصل مسجل علي 4500 شخص هو بالدورة يدعو بس 20 لمن يطلق الدعوة هو يطلق هل 4500 كلهم يعني توصل لل 4500 أول 20 يجاوبون ينغلق السيستم تلاحظ؟ نعم إذا الشخص هذا ما متابع التطبيق سيقول الآن ليش ما جتني ليش أجدت الفلان هي أجدته بس هو ما كان حاضر لحظة وصول الإشعار زميلة استلم الإشعار جاوب قال آني أحضر الدورة فالمفروض كل من عنده التطبيق عدد عدد القبول بالنسبة للمتقدمين و لهم رغبة للاشتراك بهذه المبادرة قليل جدا هو هذا عمل نوعي نحن اليوم بصراحة ما جاي يعني تعرفت دائما نتهم أنه هذا المشروع صار على موذي انتخابات على موذي سياسة نحن هذا ولا يمنى نحن شغلنا شغل نوعي صحيح أيام قليلة صحيح المبادرة بشكلها الديجيتال رقمية ولكن هو عمل نوعي ونحن شنو نحن نحن ما جايين كحل نهائي للناس مثل ما يقول نحن مؤخر محطة حل جزئي نحن حل جانب يأجي بالنسبة لحياتهم أنت تدري معظم مشتركين هم طلبه هم مباحثين حمل هم خرجين يعني موحدهم حياتهم وهم مستمرين بها نحن جينا كحل لهم فاللي يريد فعلا يبني مستقبله بإيده ويمضي الأمام ينتظر معنا ونحن أكيد سنصل بعد مرور عام على انطلاق هذه المبادرة حققتوا نتائج مرجوة منشودة تشوفها اليوم على أرض الواقع بعد مرور عام نحن كان عندنا حقيقة عدة محاور اشتغلنا بها فرحين جدا بأنه أخيرا تم إطلاق القروض وهذا كان ماراثون استمر لمدة أكثر من سنة تعرف أن المصارف لها شروطها صح والمصارف لا تقدر تطلع من النظام العالمي المصرفي ولذلك صار محاورة جيدة مع مصرفي الرافدين والرشيد وحققنا إنجاز رائع فيما يخص القروض والتسهيلات التي قدمت هذا واحد فيما يخص موضوع الانتشار إحنا لما بدنا بدنا ما يقارب من 150 إلى 250 قاعة اليوم إحنا وصلنا إلى 350 قاعة زائدنا 632 في العدادات المهنية يعني ألف قاعة وبالتالي أقدر أقول بعد سنة من الآن انطلقت القروض واستلموا بعض الشباب القروض وقبل أسبوعين نزلنا استمارة إلى جميع متدربي ريادة نعم مو جميعهم وإنما نزلنا المدربين قلنا خاطبوا متدربيكم قلنا لهم أي شخص أسس مشروع خلال هاي الفترة خلي يسوينا مقطع فيديو مزين ويتواصل وينا 247 واحد خلال يومين أرسلوا مقاطع فيديو وسجلوا أسماءهم أنهم بدأوا خلال هاي الفترة وهذا الشي مفرح جدا إذن إحنا حولنا ثقافة الشاب من ثقافة متململ إلى ثقافة عدم الثقة شون تفاصيل القروض اللي تقدمها ريادة مثلا إلى أي فئة قدموها وشقد نسبة القروض تزديدها شون نسبة تزديدها طوائل القروض خلينا نتكلم عن القرض الموجود حاليا على الأرض إحنا قرضنا حتى عشرين مليون لما نقول حتى عشرين مليون يعني حتى المليون كناس طالبة مليون بس وكناس طالبة مليون فهم يخترضون سبعة ستة خمسة ثلاثة أكوب هذا الفائدة مالت اللي هي عمولة إدارية لأن الفائدة كانت أربعة بالمئة وإحنا تحاورنا وهذه صارت بدون فائدة بصارت عمولة إدارية متناقصة اثنين بالمئة وهذه لا شيء قياسنا إذا تقيس من تأخذ عشرين مليون تدفع سبعة وثلاثين ألف دينار بالنسبة لتزديد عشر سنوات عشر سنوات تزديد يعني بالسنة يطلع أو بالشهر يطلع عندك مئة وسبعين ألف هاي داخلت عشرين مليون ممتاز إذا نجي على نقطة المهمات في القرض تبع المصارف واحد منهم يجعلنا التأمين على الحياة يعني تعرف تليوم أي إنسان يقترض لا سامح الله أمور دنية إذا لا سامح الله توفى فلازم أهله يدفعون القرض الوليث يدفع القرض فإحنا سوينا إجراء مصرفي إنه يدفع تأمين عشرين بالمئة عشرين ألف على كل مليون فيصر عنده تأمين على القرض بعد هذا يعني يسقط يعني باتوافة يسقط يطلع خليط مئن يعني وعدنا ألف دينار شهرية للمتابعة وهذه هنا النقطة اللي أحب أو أضحها بشكل كامل إحنا حتى نوفر كل هاي الآلات اللي تستمروية المتدربين لازم نوفر أشخاص هؤلاء الأشخاص عبارة عن منظومات هاي المنظومات تقوم التابع فإحنا كل شاب مقترض الما مقترض يروح بحال سبيله المقترض ألف دينار يعطي شهريا على المتابعة مالتا لمدة عشر سنوات يعني مئة وعشين ألف دينار تقطع مرة واحدة من أجل المتابعة وإحنا مشروعنا يمتازب نقطتين أساسيات النقطة الأولى إنه شملنا الطلبة اللي أول مرة الطلبة يصير لهم حق نعم يأسسون مشاريع يأخذون قروض والشغلة الثانية إنه دخلنا المتابعة اللي هي تفتقر لها جميع المنظومات الموجودة وحتى لو كان عندهم متابعة كانت المتابعة تعمل على شكل تفتيش وعلى شكل رقابة ونحن نقول الإنسان ما كون ساميري دين جاح خلينا وفر لجو أكو تسهيلات لهم تعرف اليوم القروض والمصارف والروتين الممل وهذه المراجعات يعني مزعجة جدا أكو تسهيل للمشتركين بهذه المبادرة ما كو أي مراجعات للمصارف كل التقديم الإلكتروني والقرض يوصل للشاب الإلكتروني داخل بطاقة ذكية بالنسبة المصرف الرشيد بطاقتهم بوابة النخيل بوابة العراق النخيل وبالنسبة إلى الرافدين بطاقتهم البطاقة الذكية وكلاهما يتحول القرض مباشرة وهنا قضينا على التوتش والمقابلات المباشرة بين الموظف وبين المستفيد بحيث القرض يوصل للمستفيد وهو قاعد في البيت جيد شنو الخطط اللي ناوين عليها بعد مرور هذا العام اليوم تقدرون مثلا تستوعبون أو تستقبلون أعداد بعد أكثر حتى يتم تدريبهم وتطويرهم نحن 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 نكون واقعين بالتفكير وبالطموحات الدولة ناوية أنه تستوعب كثير من الشباب في القطع الخاص من أني بديت كلامي وقلت لك 250 ألف شخص طالب المشاركة في هذا البرنامج أنت رأسا رح تقول معقول لكم 250 ألف واحد يريد يدخل قطع خاص لنحن نتكلم عن قطع خاص موظيفة حكومية صح فهذه بوحة ذاتها مفاجئة إذن اتهام العراقيين بأنه كلهم يريدون التوظيف هذا مصحح هناك شباب يؤمنون بنفسهم يؤمنون بأفكارهم وإحنا نبحث عن هؤلاء هاي وحدة اثنين إحنا سهينا لأجواء مهمتنا شنو إنه انتشارنا يكون بعد أكبر ليش في كل جامعة عندك عشرين كليا إحنا الآن فتحنا في كل جامعة قاعة لازم نفتح في كل جامعة قاعة زائد النشاط ريادي لعشرين كليا حتى الطلبة كلهم مثل ما يمارسون الرياضة والثقافة والفن لازم يمارسون الرياضة لازم يكون عندهم معلومات فالانتشار هذا رقم واحد رقم اثنين إحنا عندنا هواي بالعراق حاضنات خاصة يعني شركات خاصة تحتضن أفكار تحتضن مشاريع أكون نية هناك لدراسة حالة هذه الحاضنات وجعلها محطة اختيارية يعني أي شاب عنده مشروع ويأخذ عشرين مليون ويبدأ يشتغل وينجح بس يريد يطور مشروعها فإحنا من خلال الرياضة أريد نوفر له حاضنات سواء إحنا كريادة نوفر له جو حاضنة معين وبنفس الوقت نكسب الحاضنات الموجودة نعم المحلية ونتقف الشباب لأن يكونوا جزء منها رقم ثلاثة كثير من المشاريع الشبابية هي رقمية فأكوني الاتجاهي للأندية الرقمية يعني ريادة هي الآن نسمها مبادرة ريادة يصير مبادرة الأندية الريادية ومن نقول ريادية نضيف لها الرقمية يعني يصير هناك احتضان للمشاريع والأفكار اللي بيها ذكاء اصطناعي وبالتالي نكون احتضننا أولادنا اللي عندهم هاي الأفكار نحن لا يلقون أحد يحتضنهم إن شاء الله نحن نحتضنهم وبالتالي نوصل إلى حالة ماكو فكرة ساذجة كل من عنده فكرة نقدر نحتضنها 250 ألف متقدم يعني 250 ألف فكرة تم تقديمها من يقيم هذه الأفكار يدرسها يتابح يناقشها بالتالي ينطي نتائج هو نفس الشخص لمقدمها نحن الشخص لمقدم فكرة إذا أنا أقعد ويا تعرف أني جيل قديم رح أفكرها بطريقتي وهو يفكرها بطريقته إذا كان الفرق بيني وبينا فالثلاثين سنة أنا أفكر قبل ثلاثين سنة وهو أفكر بعد ثلاثين سنة يعني أفكارهم مستقبلية الشباب ما يفكرون مثلنا إحنا نقدر نسوي منظومة إحنا نقدر نسوي محددات بس داخل هالمنظومة والمحددات لازم رغبات الشباب تتحقق فهو الشاب ندخله بالدورة هو يقعد يسوي موازنة موازنة المشروع مالت بالمشروع مالت راح ينصدم يقول يا با المشروعي ما يبشي لأنني اكتشفت أنا أحلم هاي النقاط ما متوفرت لي يقول لازم شي يسوي حتى توفر يقول لازم عيد حساباتي زين هي المشاريع مختلفة الدورة نفسها اتغطي كل المشروع عشرين مشروع عشرين مشروع تناقش خلال الدورة عشرين واحد يختلفون بالثقافة وبالذهنية وبالفكرة بس المادة مالتنا شاملة وتخليوا ذول المدربين اللي احنا ندربيهم بطريقة رصينة هم أيضاً يعملون على نفسهم وتشوفهم يوم على يوم وإحنا ثروتنا ترى بالمدربين ثروتنا بالعراق بالمدربين كل ما تنتج مدرب ناضج كل ما يطلع عندك متدرب أنضج اشقد مدة الدورة؟ خمسة أيام بعد الخمسة أيام تستقبلون عشرين شخص بعد خمسة يشنو عندك أسبوع هسنا مثلاً باتشر عقوب باتشر لحد زين راح نطلق الدعوات ما الأسبوع ما اليوم واحد وعشرين تطلق الدعوات هاي الدعوات تروح للمسجلين أنا مثلاً مسجل طلعت لي جايتني دعوة من ريادة بس هاني أسبوع جاعد يسافرها مثلاً فما أجاوب عليها أرفضها أكو غيري أسبوع جاي عنده مجال يقبلها فلما يصير عدد المتدربين عشرين زائد خمسة احتياط تقفل الدعوة يعني هذا الكلاس القفل تبدي الدورة واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاث وعشرين اربع عشر وعشرين اربع عشر وعشرين من تنتهي خمسة وعشرين أكو ناس تنجح ناس ترسب اللي ينجح تنفتح له استمارة اسمها الجدول الاقتصادية أونلاين أجاد نسبة اللي ينجحون والله حالياً إحنا خسم لك إياها أقول أجاد نسبة اللي لنقبلون بالدورة ينقبلون بالدورة بالشهر ثلاثة آلاف واحد ثلاثة آمانية ثلاثة آلام ومئتين أجاد منهم يكملون الدورة هذا السؤال لأنهم ي disparities من يتي بالدورة يقول لك أي والله لا أعجبocado وهي ما تفيدني وأعني صح يكملون من عدالهم فولPat ألف ومئتين 1300 كاملون 1200 بقيمة كاملون اللي نجحون من الدورة فال700 800 من كل دورة حالياً عندنا الناتشحين عشرة آلاف ومية وكسر من 18 ألف ومن 13 ألف كل ذول الأعداد اللي ذكرتهم يعني عشرة آلاف شخص إلى حق يستلم قرض ويفتح مشروع الخاص لا اللي قدمت جدوى الاقتصادية ماهوكو جدوى اقتصادية تتقدم لأونلاين مو نجح هو راح نفتح لامتحان جدوى اقتصادية يقعد هو والمدرب اونلاين امه عشرين واحد مثلا نشحوا عشرة هذول العشرة يبقون اسبوع كامل ويهو المدرب ترى المدرب عندنا مبتل يعني يقول لك الشاباني أدخل بهاي والهوسة والأنجح وش اسمه حتى ودعتك قاعد ببيت وامه تجيب له شاي وقاعد ببيته ويشتغل وكل ساعة سأل أبوهاي شونا سويها ولام العائلة كلها وعيفت شي فوق هذه الدورة حضورية لأونلاين الخمسة أيام حضورية بس السبع تيام بالبيت ويشتغل المدرب والمدرب يقول لعنده غلطة هنا صحا احنا ترى ترى احنا بحثنا فتفصحة عمل عدة شاب يعني انت سامع بامتحانات الاونلاين امتحانات الاونلاين او اوبن بوك يعني انت قاعد بمكان وتمتحن بمكان آخر فاحنا فاتحي له يفتح الكتاب ياخد نقل كلها مسموح له بس شنو احنا دمخلي عيش جو هو معايشة سابقا جو من الثقة دا نمنحها جو من الثقة بحيث يكتشف نفسه من خلال القلم والورقة والفلسفة والارقام شنو الافاق الجديدة اللي ممكن راح تفتحوها خلال العام الحالي والله انا قلت له خلال العام الحالي اولا راح تدفع لعدنا المتابعة بشكل كبير ثانيا لا تنسى يعني احنا يعني مبادرة ريادة هي ولدة العام لا تزال بيبي صغير ودي نعتني به يعني بعدنا نريد نركزه لازم نراجع نفسنا ايه والتاريحنا اليوم ننتظرها يكبر ايه بالضبط تحديات مالتنا لازم نصلحها عندنا التعليم المهني دخل على الموضوع تعرف التعليم المهني تعليم المهني قبل سنتي كان عدد طلب البيث 18 ألف اليوم عدد الموجودين بالتعليم المهني 43 ألف وإن شاء الله سنتلخ إذا الله طالع العمر يكون عندك راح أقول لك تعليم المهني التعليم المهني صاره مئة ألف اليوم احنا التعليم المهني تعرف هو ده يتدرب وده يسوي سيارات مهم جدا شاب يجي جاهز عند مهنة لكن فقط يحتاج راس مال أو مكان يحطي بمشروع احسن وإحنا جينا جاهزين هم مدربين وهم من تمويل فيأخذ أمواله ويروح يتحل ورشة المناسبة إلى وهذا يسموه الحقيقة الإدراك الاستباقي يعني إحنا ده نستبق الأحداث إحنا ده نهيئ الأجوال لكل والإنسان إذا أدرك الأمور في وقت مبكر أكيد حركة راح تكون رصينة وخطوة جبارة سألتني مرة ثانية ممكن أجاوبك الآن هذه السنة هي راح تكون الخطوة القادمة هي موضوع الأندية الرقمية يعني إن شاء الله راح نسوي بكل العراق بالتعاون مع الجامعات ممكن نسوي أندية رقمية إلى علاقة برياضة الرقمية بحيث بعد الشباب تلقي في مكان مثل هذا جميل جدا كلها فعاليات رقمية وديجيتال لا تختلف عن أي جامع عالمية وتصور مساعدة ريادة وبالتعاون مع ريادة ممكن يتحقق جيد بالنسبة للطلاب المهني هذا الحد ما يتخرج من المهني إلى حق نفس المراحل يمر بها أيضا دوره واختباره ونجاحه وينجحه وما ينجحه المهني شنو الاختلاف مالته احنا مو ندرس الدورة بخمسة أيام المهني ياخذ هذا الشغل بثلاثين أسبوع يعني احنا مو عندنا ستعاش استمارة التدريب زائدن أربعة يسموه تحضيريها عشرين هاي العشرين استمارة نمطيها للطالب كل أسبوع مرة مو يبدي بشهر التاسع دوام بالعاشر ياخذ المحاضرة الأولى لمدة أسبوع لأن تعرف الطلاب المهني هم شباب صغار ما عندهم أفكار عمل ما عندهم خبرة عملية هو شاب عمره ستعاش عمره سباطعش جاي للمدرسة شنسوي احنا احنا هذا الشاب الزغير نمطيه استمارة نقول له ما هي فكرة مشروعك هو ش راح يسوي راح يروح البيت يقول سيلوني على فكرة مشروع اللي ما عندي خبرة لمدة أسبوع هذا راح يتداول ويا أهله ويا أصدقائه على فكرة المشروع انت انتبه إلى نقطة مهمة جدا احنا شون غيرنا المنطق مالته من كان هو يفكر بشغلات بعيدة عن البزنس اجي فالأسبوع الأول راح يفكر شنو فكرة مشروعها بالأسبوع الثاني راح يقول له من هو يساعدك حتى تحققها فلمدة عشرين أسبوع هو فقط يتدرب على شنو يتدرب شون يأسس فكرة عمل من يخلص شهر الثالث هو عنده فكرة عمل وحاطها على الورق وحتى منتوج مسوي خلنفرط قسم النجارة زين فتشوفه هم سوي كرسي يعني خلال هاي ستة شهر خالج جد وقت صادي هم سوي كرسي زين من يخلص الاعدادية راح يكون هو متدرب تدريب كامل على شنو على كيفية تأسيس مشروع بالتالي يطلع يدخل دورة اعتيادية مال خمسة أيام ويثبت نفسه انه استفاد بالتدريب السنوي ويطلع مباشرة على سوق العمل بدل ما يروح يكمل بكالوريوس ويطلع مرة لاخعاطة على العمل احنا سبقنا الوقت هيئنا لسوق العمل وانطينا سنة كاملة يدرس لسوق العمل ويحصل على المساعدة الممكنة سواء كانت من ريادة او اي مؤسسة اخرى ممكن ان يساعدني سواء مشروع فطالب المهني عنده مرحلتي المرحلة اولا يتدرب بالاعدادية مالته تعرف ليه 16 سنة ما من حقه يشترون ومن ثم بس يكمل 18 يدخل الى سوق العمل وهو متأكد من نفسه ليش لانحلمناه بالمدرسة شون يدس السوق شون يدس المنتوج وشون سوقه جيد القطاع الخاص اليوم ريادة تدعم القطاع الخاص لو بحاجة انتم الى الدعم القطاع الخاص احنا هدفنا القطاع الخاص احنا اصلا هذه المبالغ القروض اللي تعطيها مصرف رافدين ومصرف الرشيد خلينا نقول حسب ما صرح السيد رئيس مصرف الرافدين قال احنا لحد ترليون ممكن نساعد بالقروض اذا هاي ترليون دينار رحل القطاع الخاص هذول المشاريع الصغيرة هم وكلون قطاع خاص هاي البنايات اللي شوفها الان مجمعات السكنية هاي المجمعات السكنية باتشلش محتاجة محتاجة خطة ما تقطع خاص فلذلك احنا نطلب من شبابنا الواعي المتعلم أصحاب المهن يعني انت عندك مجموعة مهندسين اليوم ما عدوا معمل خليوا حون يسويوا شركة مصاعد وخليوا يجون عندنا يدخلون بريادة احنا رح ندعمهم رح ندعمهم هم كشركة وهم يك مقترضين بالتالي احنا دعمنا القطاع الخاص واساسا احنا شغلنا هو توفير فرص العمل في القطاع الخاص احنا ما عدنا مشكلة اذا القطاع العام كان فاعل او لا اذا كانت كوظافة او لا ولكن نحن نبحث عن الشباب صاحب الفكر صاحب العمل صاحب الموهبة يستثمره هو ويصير صاحب بيزنس حتى ننعش القطاع الخاص وبالتالي يقل هذا الضغط لرغبة لدى الشباب للتوجه نحو التعينات الحكومية ما تعتقد اليوم نحتاج الى بعض القرارات والاجراءات حتى يصير هذا التوجه للقطاع الخاص مثلا دعم التاجر دعم صاحب المشروع ببعض القرارات غلق الاستيرادات ضريبة على بعض الامور حتى بالتالي هذا الشاب يشجع يروح بتح مشروع يعني شوف انا صراحة كلها من خبرتي بصراحة انا واقع اسمع على يعني مثلا رفع الضريبة على المستوردين ولو هذا يعني اكون اناس عندها خبرة بي بس انا شفت الوحدة الاوروبية انه اناس تنقل بضاعة بيعب غير دولة ومعدم مشكلة انت اليوم انتش وقت ما تكون منتج انت سويت شعب عظيم انتش قد ما تصير منتج رح تسوي شعب سعيد اني شعلي ايش يجي من بره مو واحد يقولك اني البره ارخص انت اشتغل وانت انتج وذاك الوقت تعال قلي البره اليوم الدولة دطيك تسهيلات بره عندها مواد اولية واساسية ويد عاملة احسن 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 اجيت للنقطة الرئيسية خلينا احنا نركز على المواد الاولية المتوفرة عندنا بالبلد يعني هسنا احنا في ريادة اذا يجي شاب يقول انا اصدر تمور احنا ننطيق ارض ما عندنا مشكلة ليش لان التمور مواد اولية موفرة بالعراق مو وخلي صدرها احنا هذا الدنقول اللي انت قلت بالضبط احنا ريش شبابنا لا خلينا نجي نقول يجي واحد يقول انا اريد ازرع طماطة احسن تنطي فلوس الطماطة يزرع الطماطة الطماطة يبيح اذا تكلفتها 750 لازم يبيح ابالف والمستورد اذا داخل بربع خسر سد المشروع وعزر خوش كلام هذا انت تدري الطماطة وغيرها المزروعات المنتجات الزراعية موسمية لازم ليجي يزرع اليوم لازم عنده دراسة جدوى شوكت يزيد الطماطة شوكت ترخاص شوكت تغلى احنا مشكلتنا شي يسوي هساني مارد احجب موكال المزارعين خلاها نبسل وطلع عن عشارة هي موهيج هو لازم يحسبها شوكت هاي الطماطة تروح يصير معجون شوكت هاي تنباع يعني عرفتني شلون يعني هو مو يجي لازم هذا لا انا اقصد اذا ريد نحميه نوفر له اما نوفر له تحمي بالدراسة تحمي بالدراسة انت منسوي لدراسة راح تقول لي انت تزيد عندك الطماطة بهذا الوقت هو شو يسوي هو ينزلها كلها بالشارع ويخسر بها علني لا هو المفروض يدرس الاحتياج السوق والباقي حاول الدراسة حددت له مرتين بالسنة شون يبيع مرتين يبقى قاعد هاي مثل العسل كل انتاج العسل مرتين بالسنة ينتج وشوف الناس تدور عسل وكيلو بخمسين انا اش اقول يا عزيزي اقول اليوم العالم خصوصا العراقيين نروح اسا شوف الدنيا كلها مقلوبة كلها تاكل غير انت تعرف شنون تقدر تحافظ على هذا المنتوج مالتك انت تدري اكو بواخر سفن تنقل المنتوجات الزراعية من دولة الى دولة يتطول شهر بالبحر زين اشقيت بقى بالمخازن اشقيت بقى بالبحر هذا كلها شهر شهرين احنا المنتوج الزراعي عندنا بيومين يخرب ليش؟ لان الفلاح ما يعرف شون يعامله احنا انا داعشي وجهة نظري هنا مرأي عندنا سوق فهم لكيفية استثمار منتوجاتنا عندنا سوق فهم لما نتكلم عن مواد الولية انا ليش نتكلم عن مواد الولية ما عندي بالعراق زين انا اذا اريد اسألك لان بالتأكيد عدكم دراسات مفصلة عن القطاع الخاص ليش اليوم القطاع الخاص مو منتع عشان شوفه داخل العراق شنو الاسباب اللي تخلي راكد هذا الركود؟ اول شي هو نتيجة نتيجة الحاجة الموجودة تعرف انت اليوم اربعين خمسين سنة العراق هو مو منتج اذا احد قايل لك العراق منتج قبل فاصور متوهم والعراق هو مو منتج اول شي العراق بلد مستهلك ثاني النمو السكان اللي عندنا مو بقد النمو الانتاج اللي عندنا يعني انت بالسندين مو عندك مليون وخمسين الف نسمة هذولا كلهم احتياجات لذلك انت نشوف الحكومة الحالية سوت صندوق التنمية العراقي اللي خلت باموال في سبيل دعم المستثمرين اللي يشتغلون داخل العراق انا اجيب لك مثل احنا عندنا مشروع اكشاك الهون اللي ننسويه مشروع مالكشاك حتى ننطيها للشباب اللي يدي يفتح كشك هذا المشروع مالكشاك احنا اللي نفتحها بس ما نريد نستورد اكشاك من برة ولا نريد نصنع اكشاك داخلية قد يكون غير يعني غير جذابة لا احنا دعنا نتفاوض مع مجموعة هذه المجموعة ممكن يجيب لنا مع ملكشاك في العراق ويشتغلون بها عراقيين وصير انتاج عراقي احنا يراد ان اليوم فكر من هذا الشكل كيف نستقطب الاستثمارات داخل العراق ونقوي ونحزز هذه الاستثمارات من خلال شنو تأهيل عمالة عراقية ماهرة احنا يجي واحد يقول لك انا كلش عرف يا بشو كلش تعرف غير لازم انت عندك شهادات فلذلك احنا بصراحة محتاجين نطور مراكز تدريب المهني اللي عندنا في سبيل اصير عندنا مهارات عند الشباب ممكن يشتغلون بالقطع النفطي بالقطع الصناعي وخلاف ذلك ما يصير انت شاب ما عنده مهارة ويجي طالب ويشتغل بمكان نفطي وهو ما عنده مهارة اللي مطلوبة احنا اليوم محتاجين لها تدريب رصين هاي الكاميرا مو كل واحد يقدر يوقف وراها هاي الكاميرا يوقف وراها واحد متدرب لذلك انا حتى في ريادة اذا اجي مقدم برنامج يعني اللي يصير مقدم هم ادعمه همانطي قرب حتى يروح يصير مقدم رصين ويحصل فرصة في قناة تلفزيونية في فضائي يعني بالتالي ريادة مو فقط لا اصحاب المواهب اليوم شخص لا ما عنده موهبة وسيريد يتعلم يريد يدخل بمجال ممكن تدربه وتعده بالتأكيد هذا حسن يجينا الشخص يوان كل شي ما عرف يطب بالدورة صارت عده فكرة عمل يقولولا روح يتدرب بالمكان فلاني هلقد ورجع بعد ثلاثة شهور قدم ومشى على ريادة ريادة اليوم هي وضع الشخص في الاتجاه الصحيح وهو بنفسه يقول مشروع يناجح ومشروع مناجح هدفنا احنا مثل ما قلت لك اليوم عندنا ميتين وخمسين الف واحد مسجل هذولا يعني شنو يعني عندك ميتين وخمسين الف عراقي مؤمن بالقطاع الخاص وهو هذا امنه لان انا دائما اصرح اقول بعد عشر سنوات اكو رغب لد الشاب العراقي انه يعمل في الاعمال الحرة يوم يعني عدد مو قليل انه ما يرغب العمل بالوظائف الحكومية يقول لك انا اريد حر انا اريد براحتي اجازتي براحتي دوامي ووقتي براحتي لكن يحتاج الى تقدم خطوة اكثر ايجاد ارضية مناسبة لانجاح هذا سؤال ايضا اخر بخصوص الاشتراك بالمبادرة هذا الاشتراك لقاء يعني فد مبلغ مالي لو مجانا لن يدخل الحدم لا لا هو كل واحد يسجل يدعى الى دورة بيسجل بالتطبيق ثم تجي دعوة المهم هو بالدورة من يسجل لازم يسجل معلوماتها الصحيحة يعني عندنا ابنية راحتنا تستلم القرض مالها فلازم تاخذ الشهادة وياها والشهادة توصلها الالكترونية فاتضح انه هي كادمة موالدة الفين هي بالبطاقة الفين واحد طبعا انها رفضت ولذلك ارجعونا انه احنا تشيكنا معلوماتها وتأكدنا لنبنية نفسها ودنا ندرس حالتها بعد ما يجي للدورة الدورة خمسة ايام يمنح للطالب عشرة الاف دينار يوميا للنقل ليش لان من شفنا المناطق مثلا اخذنا كاربلاء بنظر الاعتبار منطقة سمع عين تمر تبعد سبعين كيلو متر عن كاربلاء فاذا واحد رادي يشارك ماكو عين تمر مركز نفس الشي في الرمادي الرمادي يكون منطقة تبعد أربعمائة كيلو متر عن عن الرمادي محافظة لنبار هذا شبه مستحيلة أربعمائة كيلو متر ما هو بالتطبيق ما هو بالتطبيق عنده وسول انت تعرف خصونا المناطق عدوا مقرباء ولكن احنا نوفر للعشرة الاف دينار يوميا تعرف الهدف الهدف مهم هذا الهدف اللي احنا نحكي به بناء مستقبل فاكو ناس صدقني واحد البارحة من صلاح الدين دز رسالة هو دا يتكلم قال والله انا داينة الخمسين الف حتى نذهب يوميا للدورة فهذه الخمسين الف ما أعطيها بس إذا داوم 4 يام نطيه 40 وإذا داوم 3 يام نطيه 30 وجوه 3 يام الرسبة يعني أقل من 3 يام يداوم أصب 400 كيلو متر ونتكفي لعشرة الاف سواء 25 لا احنا ما نقدر نفتح التشيز مثل ما يقول احنا نفكر شنو هذول البعيدين تعرفوا الإعداديات المهنية موجودة في كل هذه المناطق فاحنا نفكرين نفتح لهم مركز تدريبي بالمنطقة لماذا يأتي فهذه الخمسة طبعا تدفع الإلكترونية من ضمن المحفظات ثم يأتي للقرض القرض هو بعد يطلب القرض القرض بهذه الدفوعات اللي قلنا عليها المتابعة والتأمين وطبعا يلحقها القصط الشهري وخلص هو حر نفسه لا تأخذ منه أي استفاءات لاحقا ما علي أي متطلبات ينجح الله يشوف رزقه واحنا نظل نتابعه ونثكركه منجه سنوي وفتحنا لكل شاب دولاب الإلكتروني هذا الدولاب هو المتابعة مالته ما لديه نضعه بهذه الدولاب بش وقت ما نريد نشوف وين وصل بالمشروع نضغط على رقمه واسمه يطلع عنا إنه هو وين وصل وين صار كم عامل شغل هاي كلها وهي كلها بحريته ما علي أضغط إذا نريد نسأل عن المراكز هسا اليوم نأخذ العاصمة بغداد كنموذجا بالكرخ كم مركز أكو؟ بالرصافة كم مركز أكو؟ أماكن هنا وين؟ العالم ما عندها ديش المعلومات الكافية عنه يعني اللي عنده شغل أولين طريقة الطلب أساني اللي أطب على رياضه وأسجل خلو نقول لأني بيتنا سلت عالكر خلو نقول لأني بيتنا بالبيع زين دخلت كتبت اسمي وكتبت بغداد بننطلع علي بغداد شي تريد وين تتدرب؟ تريد بالشباب الرياضة تتدرب؟ منتد الشباب الرياضة؟ تدخل على المنتديات يطلع لك منتدى البيع قاعة واحد واثنين تطلع لك منتدى السيدية هاي بس شباب الرياضة لا انت متريد بالشباب الرياضة تريد بالعمل تدريب المهني تضغط على التدريب المهني يطلع لك مركز الوليد مركز الشعلة مركز ابو غريب هاي كلها موجودة بالتطبيق فانت بتقول للناس ما تدري طبعا اللي مو شغلة ما يدري بس اللي يدخل فقط يختار المدينة راح تطلع للمراكز كلها يريد بالجامعة يريد الجامعة العراقية يريد جامعة العلوم يريد جامعة التكنولوجيا الاتصالات الاتصالات هاي كلها ببغداد فتريد بالجامعة تريد بالمعهد اما بالنسبة للتعليم المهني فبس ببغداد عدنا 216 قاعة تعليم المهني فانت اللي يدخل على التطبيق خليط مرحية كل التفاصيل موجودة مزين ممكن مثلا تضاف هذه داخل مراكز التعليم المهني اليوم اي طالب تعليم مهني يصير هذا الموضوع حالة حالة المنهج اللي ياخذ تعال استمع ادخل هذه الدورة اجابك وبالتالي هي راح تفيدك اول وثالث في لك يعني احسنت هو هذا المفروض ان شاء الله بعد سنتين يعني نفتح حوار يعني طبعا تعرف احنا الان نحاول نحميل منظومة يعني قلت لك صرا صينة احنا نتوقع بعد سنتين تفاتح وزارة التعليم العالمي البحث العلمي ووزارة التربية انه هذا البرنامج التدريبي يصير منهجي لا صفي لان عندك ما حد تقني في السماوة سواء منهجي لا صفي الان تدرب كل قسم تدرب من عنده استاذ واحد هذا الاستاذ راح يدرب الطلبة سنويا على المادة فهذولا حتى بعد ما محتاجين باشر دورات ليش؟ لانه هو راح ياخذ المادة جاهز احنا واجبنا كريادة ذا بقينا انه هذا الخريج من يريد يحصل قرض او امتيازات ريادة احنا نشمله في حالة اذا المدرب مالته اكد انه عنده مشروع وعده الكراس كامل احنا نتحدث عن طلاب المهني اللي ينقلهم الاولوية بالتالي هذا عنده رغبة هو جاي يدرس كبير منهم كبار جاي يريد يدرس ويعني موضوع تسليه ما اخذها فهذا اولى بالدعم حتى تعال انت اخذ مشروعك وافرلك احسنت ابو المهني اصلا هو ابو المهني جاهز 18 سنة عقليته مفتوحة اندفاع قوي اهله دار مداره وهذا اصلا يعتبر تعرف المانيا واحدة من افضل الدول الصناعية بالعالم هي بيش قوية بالكادر الوسطي مو بالمهندسين كادر الوسطي هذا كادر الفني اللي هو ينجز فانا اعتقد الاعتناء بالتعليم المهني هو الثورة الحقيقية في موضوع ريادة زين نسأل بعض على شريحة شريحة مثلا الاميين عنده حرفة مهنة لكن ما يقرأ ويكتب غير متعلم لكن ممكن يكون ناجح اذا تفتح لفد مشروع يقدر مثلا احنا ما عدنا استثناء احد يعني اي عراقي طبع الطبيق يسجل احنا شكاد بين اما هذا شون راح يتدرب وشون راح ينجح يساعده اللي بصفه هو العمل العمل ركيزة اساسية في شخصية الانسان واحنا يا ما اميين صاروا تجار احنا كل العليانة انه هو يشجع ويطلب بالتليفون لما يجي للدورة هو ما يعرف يكتب يقرأ اكو واحد بصفه خليه يساعده بس لا يكتب بمكانه يعني لا يكتب حدش بمكانه هو يساعده تعرف انت معظم التجار العراقيين اول ما يقرأ يكتبه شون يساعده لا اللي بصفه يكتب له بس ما يكتب بمكانه قصد يانا اللي ما يكتب بمكانه يعني مو يفكر بمكانه واضح واضح يعني جزء التعبير هو يراد للتوضيح فاني اترى اني مدرب ناس اميين وجابوا معامل مال بلوك وذولاكم من خير من الله ولا الا علاقة بالقراءة والكتابة هو اخذ القرض جاب المكينة مال بلوك خلاها جاب لكاتب ومشت لأمور ومثل الواحد اللي يتساعد مطعمه الكباب يعني هو مو شرط الكباب يعرف يقرأ ويكتب صح يجيب ابن عمر عشرين سنة وهو يبيع فانت اليوم احنا مؤمنين بالكل احنا صح كاتبين يقرأ ويكتب طالب خريج ولكن هو اذا اذا كتب بالتليفون وسجل يعني يكتب بس بطريقة مختلفة بالمناسبة احنا عندنا في جامعة الكوفة احد الاخوة الضريرين يعني شارك بالدورة ولان مشتري مكينة مال 3 دامنشن وده يطبع ويجتني هدية من عنده ماشاء الله ايه والله يعني اكو عندنا عدة اخوان من ذوي الهمم شاركوا وهذا فانت الدورة مفتوحة ايه هذا الشراء انا بس اقول لك مسألة مهمة هذه الدورة هي عبارة عن شون الانسان عنده فد حاجة وما يدر وين يخليها هاي الدورة تقول هاي الفكرة ما تكتعل خليها على المسار الصحيح واطمئن لذلك يشوف نحنا فرحين يعني بهذا البرنامج واكو سعادة بي وحتى دولة الرئيس يسألني دائما يعني دائما ها وين وصلنا ايش كيف صار العدد هو جدا فرح لما نسمعك ومئتين وخمسين الف يعني منتاجين الخطاع الخاص يقول ليش لعد يتهمون العراقيين يقول كل تريد توظيف لا والله مو كل تريد توظيف وانسا عندي فلان فيديوهات وصلتني لو اشوفها تفرح بيها فتفرح جميل جدا لان الشاب الديعشي ولا عبالك شاب قاعد بقرية ديعشي تصور احدى الدول ودار مدارة كل الالكترون الديعشي شغلات ديجيتال شغلات يسمون ذكال صناعي وتتحجب وتفرح والله ان شاء الله بنصف دقيقة دكتور اذا عندك فترسالة حاب توجهها لشريحة او فئة معين والله بنصف دقيقة حلوة نصف دقيقة تحصل الواحد خليها ايضار منها عشر ثوانين راح لك دقيقة انا اقول هذا المشروع هو يعطي صوتا للحياة يعني اي انسان هو قاعد ويحس نفسه بوحده مجرد ما يفكر انه يجي يقدم طلب ومن يقدم طلب راح تجي دعوة للدورة ويخلص الدورة ويشوف انه الدولة وموفرت لكل شي راح اقول يا سبحان الله انا كنت منتظر هذا الفرج فانا اقول تدريبنا مبادرة رياضة هي تعطي صوتا للحياة لكل من له موهبة او فكرة واللي ما عنده الموهبة والفكرة هم يشترك ويانا بالعصف الذهني راح يصير عدة هذه الموهبة والفكرة احسن شكرا لرياضة وشكرا للقائمين عليها وايضا شكرا لسيد رئيس الوزراء دعم المباشر شكرا لك سيد الحمد شكرا جزيلا اذا مشاهدين مستمرين لكن ختام الحصاد بموجز يلخص ابرز اخبار اليوم نائب ومدير مكتب رئيس الوزراء يعلن عن تكليف ديوان الرقابة المالية لاجراء التقاطع للمتقدمين على الوظائف رزارة العمل تعلن تمديد فتح النافذة الالكترونية الخاصة بالنساء للشمول بالاعانة الاجتماعية مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة يؤكد ان البطاقة الوطنية ستكون الاساس في جميع التعاملات رئيس هيئة الاستثمار يعلن قرب انطلاق فرصة استثمارية جديدة لمعالجة النفايات في بغداد مديرية الدفاع المدني تعلن اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل محطة وقود الروميثة حصاد الليل انتهى شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة